اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احنا نستفيدوا منهم اللي هم يسمعوا فينا هم ان شاء الله يستفيدوا بالكلام اللي يقولوا فيه وانذكر سلاموا المشاهدين نجمو يشاركونا في التفاعلات نوصلوا أصواتهم بالتعليقات اللي خليوهم على في قناة اليوتيوب بيلاد فوزايدا ايضا نظيفنا اليوم مرحبا بيلاد مرحبا بكافة المستمعي مسكة فامة اللي غرمتنا بها انت يرا ولينا انا وليت في الكره بدي ما مسكة شكرا 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 لك عتك ساحة بيلاد ايضا كاميل بن خليم مرحبا وستير مرحبا اهل اسلام نحب نشكرك اليوم بصورة خاصة عليش فام عتر مكنتني بش نحضر معا ثلاثة اخويا من العباد اللي نحبهم برشا وانمرة نلقاهم ثلاثة مبعادهم ساعدي سلمونجي وبيلاد اخويا من نجم كان نشكرك عتك ساحة مرحبا وصيرتوه انك ما جبتليش حمد الصالح لما حاله هو واحد من احسن عشرين صحافي في العالم انسان مالية احمد الصالح يوم بديت بالبروفوكاسيون هذه السنة بش رجاحها لك احمد مايفنت هش بش نبديو بالمدرب الجديد للتراجر ياضي تونسي فم تطورات ساعت في الاربا وعشرين الساعة الاخيرة اسم جديد يظهر على السطح اللي هو ميشيل دير زكريان مدرب السابق المونبلي لفرنسي اللي تمت ايقالته من مهامه خلال اسبوع الماضي مدرب عنده خبرة كبيرة في الليكان في فرنسا بش نحكيه على جديد بخصوص المدرب هيرا حسب اخر الاخبار اللي استقناها من مصادرنا في التراجر ياضي التونسي فانه الاسم هيرا هو الاقرب حاليا والتي قدمت المفاوضات معها بشكل كبير خلال الفترة الهيري بشيكون في تونس تقريبا الجولة القادمة بشيكون هو مش هيري يعني مش مقابل تلات وال الجولة اللي بعدها بشيكون مؤكد المدرب الجديد بشيكون على بنك البودلاء في تراجر ياضي التونسي تقريبا في نهاية الاسبوع هذا وقال على اقصى تقدير الاثنين تلافة بشيكون في تونس بشيباشر مهامه مع تراجر ياضي التونسي نقول اتفاق تقريبا ما زال مؤتمش مية بالمية لكن المفاوضات متقدمة بنسبة كبيرة مع المدرب هذا اللي يحمل كما قلت خبرة كبيرة عمره تقريبا 61 عام درب في رق كما نونت كدير موفوت نونت كيف كيف مارتين ستاد رانس مونبلي ستاد بريست كيف كيف أيضا مونبلي في الموسم الماضي سيمون جبراهيم حكينا شوية في الأوفق اللي عندك فكرة عليه تقريبا نعرف المدرب هذا هو أصله من أرمينيا وعنده الجنسية الفرنسية لكن اليوم من المدربين اللي قادين عندهم راتب شهري بارابور على المدربين في فرنسا من أقل الراتب اللي عندهم من عرش اسك الكفاءات ولا اسم ميشيل درزاكريان خليت اللي اليوم أنا استغربت وقت اللي بسمعت باسمه ومحط وصرت تماما اليوسيان فافر وسويسري هذا كسي غارديولام لكن اليوسيان فافر أنا حكيت معه في التلفون كيف ينتisf block ويحب senhor كان في أوروبا وضوط طول لا يكن جاء لله 26 من نسب لم نسب ومعنى موضت بما وكريار وفات هو سير بلاسور غراف. والحاجة اللي عجبتني برشل اللي عمله البلاسور في المباراة اللي أنا كنت فيها موجود معناها ضد الفريق ذايا كانت أسبوع كامل هو الملاعب ذايا شابيزالي هو أبو الملاعب ستيفان شابيزالي في دورتمون. أسبوع كامل هو يقول جفلو كاسين جفلو كاسين خيب وفادلك هنا. أفكتيف ما عملوا بلاسور تري غراف على ركبته. والحاجة اللي عجبتني برشل لون ما قعدنا مع ريونيان جير رئيس جماعية م. رانسو عمل ريونيان في الأخر قوم شابيزالي في الأشخاص اللي عجبتني برشل من المباراة اللي عجبتني برشل وفادة للمباراة اللي عجبتني برشل وفادة للمباراة اللي عملاء أنا قول لليوم ترجير دونس ميزماج طولت في الاختير هذا لأنه رأو حاجة كي تخسرنتي المباراة لأخيرة ضد ممبالي وشوفنا نيكولان رئيس الجماعية معنا تخلى عليه بعد المباراة ضد الأولمبيك دو مرساي في نفس الوقت رأوا المدربين الأوروبيين اللي جيوا لتونس رأوا معاش عندهم بعد أمل باش يدربوا في يرجعوا يدربوا في أوروبا وشوفنا حتى المدربين اللي جيوا لتونس كل منهم مسير روجلومير دونك يخذ الريسك كبير برشا ونعرفو كلاود لورواء كلاود لورواء حتى في في افريقيا معناهم لورواصاني بوهي مغروم بكلاود لورواء سمى ولده لورواء لورواصاني هذا اللي خلي اللي الريسك كبير برشا نقول اليوم ترجي ميزماج طولت في اختيار المدربة درج زاكريان اللي أنصي بالنوادي اللي دربهم الكل كانت عنده بارشا مشاكل على كاركتير وبرابور عجوار عجوارات اللي جي اللي دربت عنده هذا اللي خلى لي ما عندوش بارشا استقرار نانت دربها مرتين بور إن سام أنا تحاس مسألت دا حط اللي قاعدين يتفوضوا معا حتى فتراجر زيتونس يقول لك ما عندوش بق مصحيح ما عندوش مشاكل مع الملعبية بالعكس مشاكل الملعبية يحبوه رغم اللي سيفير مع الملعبية يقول لك نحنا حشنا مدرب عندو شخصية باش يفرض الانضباط قدام تعرف انتي فهم دستار فتراجر اليوم حشنا مدرب يكون هو عندو شخصية صار مقد الملعبية هز السلام ما قلت شان على معناها قلت إليس سيفير مع جوارات رأي اونيكيب فتبول في العالم مجمع معروفة عندك جماهير عندك جوارات عندك مدرب وعندك الانبيانس اللي في الفستيار إذا كان اليوم وشوفناها حتى احنا شوفناها حتى في اللغة نيفو كانت تفكر منشستر رونالد وقت رجاء على هش كل كان السبب خروج رونالد هما الملعبية وشوفنا منشستر تحصل على دوكوب دنبيلي في برسلونا الجوارات الصوريوني قال لك الجوارات دائما عاش يساعدنا شوف رفين هاليوم في برسلونا كان بشي غادر برسلونا شوف انتي اليوم ملعبية المدرب رأو سلي جوار كيف فالانترينير اليوم ثم حاجات أنا نقول دير زكريان إذا كان مش جيل تونس معناه الهنى إذا كان عندهم ثم تونسي وإن شاء الله يكون ناجح إن شاء الله نقول أنا غالط سلي علي سلي علي فني المدرب رأي كاردوز عاش نحا متراج نحا خاطر لعب ما قبلوش جمعين لعب ودفاعي أكثر المدرب رأي تقريبا أغلب ما سيرت وما كانش في العب في فرق اللي تلعب على الألقاب وإلى تكرويت درب كما قل تكريغمون نونت الموسم هذا في البطولة الفرنسية المركز الأخير مع مومبلي أربع نقاط في تسعة مقابلين نتائجه الأخيرة هزائم كبيرة كانت لقاها ثلاثة بلايش مع عند تولوس خمسة بلايش مع عند مارسي أربع ثنين من عند رانس اخسر ثنين بواحد من عند مونكو عفوا نربع هزائم في المقابلات الأخيرة سبعة هزائم في الثمانية مقابلات الأخيرة فيز كان على أسير رين كيف كيف في خسارة ثلاثة بلايش نونت ثلاثة بواحد بي أجي ستة بلايش بروفيل متع مدرب كما هك يبدو أنه متعود معناها فريق ويسكر اللعب معناها هو يلعب التالي ويسكر هل ينجح مع ترجل تونسي فنيا هو أول حاجة هذي كما قال مش أصل فرنسوي أرميني أرميني لكن ماخن جنسية أعمل كاريرو برشا في فرنسا وشفتوا هنا برشا حتى في النصفوطبول وشفتوا حتى في الماتشوية واندريكت مع مانبولي وانتبع ساعات الخازري شفتوا ستة ننترنار البرسوليتي فورت ومترى تري دور مع 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 لكيب لكن لكن الحاجة اللي نقولها الأفريق يعرف الأفريق مليح ستريس أمور ستريس بالنسبة للترجل لتونسي يعني الأبجكتيف ديما اللي أولاني هو بالنسبة لعبه أنا شفت مونبلي تلعب في قورة باية شفت نونت زاد نونت تلعب في قورة باية مونبلي كانت أفضل كانت كاملت معاتها المركز فناش معنا وسط التبلوغ في فرنسا معناها مش خائبة لا السنابي دا هي سيئة جاها 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 قبرة نهر سأناها قبرة صحيح شاها ورجعها كما قالت بمبراهيم شا نونت شاها ودرجاء باركور متاعو باية مونترونر يعني كاركتير دور فمتني لكن يتأقلم مع الجو متاع تونس يتأقلم مع التيراني التعطونس يتأقلم مع العقلية متاع الملاعب التونسي سأسكير فيه سكيلونترونر أبرسوناليتي تري تري فورت وهذا الشي يجب في التاراجي الحقيقة يجب أن نقولها التاراجي ثمان نقوله بارشة دليل بارشة تسايب الحقيقة تشوف الملاعبية سو البلان تاكتيك مثل مش ديسبلين تاكتيك كتشوف عليش لرقوش مسكين نازلين علي بارشة خاطر سعاد تلقى في دو كنتران هذك بنحميد بنحميد عليش خاطر ينعرش الرول ديفنسي في متاع وشسم البلان اللي ما يعملوش كما يلزم هنا فين حتى الانترونير جوان تالس بيرانس قال هنا با ديسبلين تاكتيك مو سايد سي زادة علمية كيف كيف يرجع بالكيفية اللازمة مع شسم مع شعر بوشنيبة ولا مع بن علي ما شفتوش يرجع بالكيفية اللازمة هذي مالحاجات لغلاط تاكتيك مو بالنسبة للإسبرانس زيما مدرب فورت برسوناليتي بو يجب زادة الهنية المساعدة متاع يكون على أقل ولد الجمعية ولد الجمعية تونسي باش عاونوا أفاك الميطات تاوى تكنيك متاع التكنولوجيا على واحد من هنا ينجم في جمع عشر أيام يدخل المواقع الكل ويشوف القويين كما يعني مالقاش بروبليم ونفو يمكن متاع الأفريق لكن نقول بروفيل متاعه وهما يعرفوا خير منه يعني عندهم ناس وعندهم الهيئات متاعهم وعندهم مدربين وهم زاد القدم ينجم يعاونهم في مطين ولي البروفيل يزم المره هذين نقول الحقيقة ما تغلطش في اختيار المدرب علش مش مش عاداتها جيب قداش مدرب في عامين شو قداش مدرب جال في عامين ستري تخريبا ستة وسبعة أي ستري غراف مش من عودها يعدها لمدرب يقعد عام عام يأخذوا حتى عامين ثلاثة فهمت ولا فاوز كيوس وزاوي عمل باركور يعني محترم محترم جدا مدربين تونس هنجحوا لكن الاتجاه توا ماشي تندانس فالسبرانس ماشي الأجنبي رب يجيبهم في السواب وشالله ترجع ترجي السكة السحيحة بلال عملت ريشير شكريت له كيف كيف تصريحات في موقع أونز مونديال الفرنسي مجالة أونز مونديال يقول أنه يحب الفريق ويكون قوي من الخلف يقول يحب يلعب على كونتر أتاك والدليل العام الذي ممبلي قبل 33 هدف فقط الذي خلاله أفضل دفاع في البطولة في فرنسا خلف البي يلعب بالنسبة للسيستام يلعب كات كات دور يلعب 35 ويقول هذا السيستام حسب الملاعبية التي لديك معناها حتى كنت رأيت ممبلي مقابلات الإخرانية لا يوجد ممبلي معين قاعد العبية يبدل يتماشى يتأقلم مع كل مقابل صحيح وهي سيانة أجاب أنه يتأقلم مع كل مقابلة سويف الأفكتيف الذي لديه ومقابل الأفكتير الذي قدامه لكن رأيت في الترجم وممبلي ممبلي يمكن ممبلي تكون على مستوى الإمكانية وكل أقوى لكن كم قرنوها مقارنة لدي البطولة الفرنسية وتحط الاسبرانس هنا الاسبرانس تلعب بش تربح بسكور لا تلعب الاسبرانس التالي ومشكلتهم مع كاردوز هو أنه تلعب التالي ياسر ويحب يربع الكنتر هنا كان البروفيل في تونس تلعب التابلو يجيب تبق على الأرض الميدان مع التارجي لا تلعب الكنتر ويجيب التارجي يجيب وين الانتاك في تونس تلعب الانتاك معنى فما أنا حسب رأي المدرب ينجم يكون عنده في كار ينجم يكون كذا لكن لدي سيبلي عام 80 وعام 90 رأيت بدلت والدليل الخير دليل على هذه فوز البنزرتي هنا نشوف فيه للديسيبلي صعبة مع الملعبية والسببين وكذيرا لا تشعر نتيجة النتيجة تفرض الريسبي واختياراتك تعمل البنشواء تكون عادل في المجموعة متاعك وتعت يستحق بشي يلعب وليستحق بشي يلعب وتوم وقت اللي تلاعب ناس من لازم تلعب وقت اللي متعرش تتصرف في المجموعة هذا المشكل بقال انك تكون قوي كاركتير انا رأى في الفوتبول المتاعت هوا معاتش سويني بلو ماتش سباين كريتردو شواء من جيبش مدرب خاطره صعيب مع الملعبية خاصة في بطولة فيها محترفين فيها لاعبين دوليين يلعبوا في التراجي كذي مش اليوم باشتعال لموانتي واختش يرقد ولا شي يعمل في التيناء ولا انا حسب رأي اكثر كيفاش يتصرف في المجموعة اكثر منه انضيبات وده استاذ كمال بنخلي مثلا طوال شي قولولي حتى مدرب الفريقي بيتوني معناها كيجيل تونس معناها هذي السيزين متاعه اقوى معنا درب فرنسا سوى الوام ولا بيت اجي ولا الفراق الكبير تلعب بالأول مش يتكلف كيف كيف برشا فلوس ما جيش التونس مدرب من النوع هذا الهنا شنية المعادل نجم يلجح مدرب كما هك في تونس ولا ولا صعيب بالبروفيل هذا لا اختلف بيتاتر مع بيلال ومونج اعتقد انو الاختيار صعب بالنسبة التراجي رياضي دبور على صعيد المادي لانو خلينا نكونوا متفقين وذي احكيناه البارح راو حتى فريق تونسي واعتقد انو التراجي من ناحية المادية هو الول في تونس في فرق معانتها للراحة المادية التراجي اكثر فريق عنده الامكانيات المادية ومع ذلك لا اعتقد انو بشي نجم يجيب مدرب السالير متاع ومعانتها توصل منش عارف انا 500 ميل اورو ولا قديش خاطر ناس تخلص في فلوس ما يفلوس هذا واحد اثنين كما قال لك منجي المدربين الكبار في اوروبا روما ياخذوش الريس كنهم يجيوا يدربوا في بطولة تعيس كما البطولة التونسية ومبعد بشي يرجع غديك قلت التغييرات قبل الزيادات يعني انه الجانب المادي مهم بالنسبة لي ما عدا ذلك الجانب الفني المدرب هذا اعتقد انه اختيار صائب لانه التاراج الرياضي عنده معندها مجموعة باية من ملاعبية اعتقد انه المشكل في التاراج الرياضي هو مشكل انضباط ومشكل توظيف لانه احكيلك على البلايلي مثلا ما يرجع اضافة الى بعض الاحاديث الاخر على قلة الانضباط متاع ولمانك دو سيريو ما نقولوش انه معندها انضباط باش الناس متفهمناش بالغالب وكلام فيسبوك اي ما شوفناش ما شوفناش حاجة اما وقت ليكثر الكلام في الفيسبوك ويترافق ويتزامن ذلك مع مردود سيء في التيران واربعة متشوات متربحش وها ومعندها علي الكعبي ما هو وقت يقول لك رو ما يغطيش على ريرجوش معندها ناس قاعدة تخزر وتتفرش تفهم اللي في التيران السيد مش قاعد يعمل فيليز ويعمل فيه دونك اعتقد انه مدرب بالبروفيل هذا من حيث الشخصية مهم جدا معده ذلك يعني معده معندها معندها وشنو هو العلم اللي بش يجيبو لهن معندها بريمو هالبطولة هذي اما انت شنو تستحق تستحق غورديول امتستحق ش غورديول اعتقد انه المدرب بالفورت بقسونالي تيكي لا ينجم ينجح مع الجروب هذا اذا وصل ونجح في فرض الانضباط وانهم الناس كل كيف كيف سلام سامحني بش نقول لك حاجة انا كيقول انضباط انا 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 نحكي تاكتيكمون حتى انا ذاك ش نحكي لا خطر اي مهم سمعني مش نو نقصد انا مش عليك انتي لا نعرف معانتنا فهمتك مش تحب الرأي العام نقول راو نحكي انضباط مش جاية كيما قال بلال عام ثمانين باش نحنا ما كنا حكي نحش لعام ثمانين عام خمسين اكزاكت نحنا نحكي كورة تاكتيكمون الانضباط مهم مهم جدا يعرف كان جوار مدرب اجوان متاع التارج الريدي تونسي لاجوان متاع كاردوزو خرج وقال عنا مشكل كبير مع الانضباط تاكتيكي متاع البليلي سسرت لا اكزاكت امور نحكيوش عالبرة والامور ما عادش هذيك عزرة نحنا في عام سبعين ها عام سبعين اي انا انتر نر متاعنا في الفريق القوم يعرف هذا صغير ابوه الله يرحمه سي مجيد شتالي يبدأ يحاول فينا باش نخرج عمر امرأوها في اللوتين لا يقول لك ارقدوا ولا اتعشها ولا واحدة عنا مسؤولين كسي المنصف سي توفيق بن عثمان اللي معانا مواكبيننا يومين هم الالهين بينا ونحنا نعرفوا وقتنا ونرقدوا لبل هو يقول لنا ثمانية نحنا نرقدوا من سبع شوف كان انت جوار مش مسؤول تاخدوا في مئة مليون ومئتين مليون يا بيلير اللي على خير عالدنيا بصراحة تامة كلما ناخدوا شيق بل ويعرف المنجي نرقدوا من السبع من تلاشية انا كنت في الملسين من السبع من تلاشية عندي نعم بعد ما ترينها داري خمسين مترو على الملسين نقز مصطح ولا من نقبة ندخل بعد من تلما ماركة روح في فرشي اشعبني نعمل في الملسين في السبعين تقول لي ثم انذباط نسبيه انت واحدك انت حب تنجح خلي طوى انت في الاحتراف يا بيلير كما قال مئة الف شهرية مئة مليون وكانها بتمشي بخمسة مئة مليون والخيريك لتعطيلك والاسم لعدتولك الترجي ومنتخب وإيه وإيه من القدش انا مرتاحش روحي اللي هو يسمى المترجم بالليل لان شنعمل بعد لان شنعمل بعد لان شنعمل نخرش نعمل قاو نعمل هذا كل داخل البعض موسي علي رو كي ما كنت انت تحكي انت ترقد السبعة في الملسين خطرة ما عندك ما تعمل وما عندك ش مئة مليون هو عنده مئة مليون وكاري في اللاك شمش رقد السبعة بالعكس مال رونالدو شنعمل عنده الشي داخل رونالدو عدو المخلي مع ناس عقلي احنا عنا عقلي احترافية في الادارة مش رقا عند المسيدي موسيدي يرجع فين يرجع للتكوين من لو وندخلوا راو راو كي هزونا مش نقولك حاجة كي انا هزوني قالوا لي علي تاخذ اللي جان في الكيب ناسيونال كادي وجنور ولولدات صغار والله والله سيمون رول هذا اللي نحكي فيه اخويا بيلير نعرف نعرف حتى الخدمة اللي خدمتها نعرف يقولوا لك عليك عب اش قاعد يعمل خادي اش قاعد نعمل لا لا نعرف شنو ما لا انا انا من الناس اللي نجري ونجري الاكتشاف حضرنا حتى ديوم الناف وديوم الديس طاو ونمشي ونشد كادا نشد قصية ذاك اللي من الستين اللي ولنين في الكادير نعطيه على رسه واذا واذا رول اللي انا بشو دخل في التكنيك والتكتيك لا لا نعرف المعلومات ضمو نعرف اللي حتى فهم برشا ملعبية ولا يخاف من اللجين يخاف من علي الكاب اكثر من المدربين انا انتي رو الحاجة المهمة برشا هي مش الكلام اللي بلوز امبرتنس كيفاش تعدي الرسالة اليوم رو لو ساتير و لا جستيون دن بورتوكي شوفنا برشا مدربين اللي معنضمش كانوا كمدربين ومورين وشوف شنو ولا انا قولتو سمبل مال اليوم انا علاش حبيت اه بن شريفية معز بن شريفية يقعد في الفريق لان معز بن شريفية كان انا تو حتى في وست تيران وفي وفي وخارج البستير الشعلالي كيف كيف معناها اونوس موز انا المباراة اللي كنا نعملو فيها في اللي كيف ناشنال طو برشا سوي سور يون سور ميت رون كيستيان علاش خاطر انت كي تغلط في روحك وانا صارت لي في سويسرا مارس جل زوز هدفي هدفي نسخيب روحي لورو دو ماند ومن غضوة في التوري دو ماتش مجبتش اسمي المدرب وهبطنا للانتر الموج ما كونش كي مقبل خزار اللي قال لي الماتش متاع البرح انساه رون بلاسون متاع كي لعف اللي كيب لنسون المكش فرحان فيستيار روحت للدار نشتم في روحي نشتم في روحي وهذا اللي خلى اللي اليوم الجوار حتى حتى كيخرج من بعد سجل هدف ويوقف امني يقول معرف نيش شكون شكون لك انتي يفو جميع اوبلية دو ان وشكون اللي قاعد يعملك في الجستيون دو جروب انتي كيما قال سيد علي تحكي على دو زريار روح عندي مستقبل كبير لكن اليوم إذا كان معندك كوفيرتور دو المانيير دو جوي رأي هذي شفتوا انتي أنا حكي على بنشريفية بعد الرئيونيون في الفيستيار يمشي للبنك وحتى مع معين الشعباني وقت لهذه دو بل شامبين سليك ويحكي مع جوارات في وسط التران سوف تدير عليش خاطر ثم حاجات راي اليوم لانترونير برانسيبال والانترونير أجوان مش كيف كيف روح انتي شوف فاوس يتبر كلا بالإكسبرينيونس اللي عنده ويعرف الشي هدايا الإكيب الأول التي تترين لجو لفاية المتش والإكيب الثاني اللي تترين عند الاتجوان لانترونير مش كيف كيف اللي نحس في روح مش بش يلعب لكن ستري تري زي امورتان لجستيون دن غروف ويلزم المدرب يحكي على المتر سي كامل بخليل يحكي على اندرين اجي وصل المرة ماتش مشين يلعبوا على التيتر وثمت روح جوار تري زي امورتان تلعوا في الكار جاء جاء امورتار عبتهم الكار تتفكر ماتر عبتهم الكار معناها يوريك اليوم للديسيبلين افانتو وقتي هي اللي كلوب افريكان تلعب اليوم تحكي على بيتوني شنين نقطة القوة اليوم وشوفنا في التيران اليوم مال الاستخدام الناسيول الاستخدام التي جاءت مع زيدان سوفي لارجمان لكن اليوم شوف الجوري موسكي امور كما اجوان مثال اي مع زيدان اجوان سيبال يخي سامحوني تم برشا مدربين كانوا دزاجوان زيدان كان اجوان برشا مدربين كما يانجلو اليوم راول التيت التاول متقلق وعنصونا لكن اجوان مع جوان بانسور وثم انا قلت اليوم تشوف انتي كمان تجير ان جروب وراوس الاجوار كيف الانترنير واللي قل لك غالط الكلام هذية سامح سامح نعم احترام اترام كما يا بن خليل في النفس الانتريفيو قول متأفر بالتاكتيك متاع الساكل يعمل ثورة في التاكتيك في الفوتبول وكيف كيف معنا عمره واحد وستين عام هلينجم يبدل معتها بالقناعات امتاعه في طريقة اللعب كي يجي لتونس اليوم مدرب كل مدرب اذا عنده فكر معين معنتها في طريقة اللعب ما تنجم ش انتي تجي تقول ليه ألعب بال الاسلوب اللي كان يلعب بيه قبل ولو انه قال دي ما في حفظ الحوار كل ملعبية دونك الملعبية ان الطبيعة الملعبية اللي عنده بيش يفرضوا عليه توقبي ليك انتي قتلي اللي هو يحب يلعب على الكنتر سمعت ما ينجمش مع الملعبية ذو ما يلعب الكنتر ما ينجمش دونك مش انه قتلك لو هو قال اي هو اي هو قال دونك يلقى روحه مضطر انه يغير من طريقة اللعب انتاعه دونك الجروب كما قالوا الولاد الجروب الموجودة وطبيعة الملعبية الموجودة هي تفرض عليك طريقة بيليل جيك تحية انتي من قطر محمد بن حسين يقول لك في التعليقات كيف نوصل ديما التعليقات يقول لك تحية لكم من قطر نخرج في الوقت نقع في الكرب نسمع فيكم يقول لك بيليل عليش ما نشوفوك في الفريق يرك عندك مدة ومستحقين كعليش ديما نفس المسؤولين نشوفوهم ونتي الوحيد من المشيت ما رجعت والله أنا وكي خرجت من ذي الفريقي في 2016 خرجت بشتخلت للمكتب الجامعي دونك من بعد ما نتا نعرف لكلنا عليش الأسباب ما ترجعت لأنه وقتها فما خليف مع رئيس الجامعة وانو اللي يقلق أنا في ال شوال رئيس الجامعة لفهم الفريقي لا لا خلي عمل محاب الدفاع عندنا خلي يجرب واحد هو يعرف حاجات لا يجرب مني كمال بشتردت تعرف لا اسألكم بشي جو بناسك كمال يعرف الفريق ما يعرف نيانا ما يعرف كل شي الكواليس الزوز عنده لا يتفدي وحتى ساعات شو ساعات حتى رئيس الجامعة ما معنثها في بعد في وقت آخر حكيت معاه كل يقول لك لا بالعكس عمري لم أتحدث الموضو هذا مع المسؤولين بتعنيدي الفريقي لكن المسؤولين الفريقي تفاديا هو موعدهم أي أحراج أي أحراج يقول لك وفي الوقت هذا في الوقت هذا يظهر الهيئة الموجودة في الندي الفريقي تخدم خدمة كبيرة ونتيج ما استحق على تطعيم حسب رأي إن شاء الله الندي الفريقي يقعد ديما جامعيتي ووقت اللي تستحق ني إن شاء الله نكون موجود في أي وقت ومن أي منصب وحتى بالكلمة طيبة حبيت تقول هاي لا لا بش نزيد هاي نقل هو تاوى ما عند هال تشير المو بشي عمل قائمة رئيس جامعة دونك والله والله في برنامج اللي ما عافش تنسيت سمحوني نسيت لشنو البرنامج سمعت اسمك بلال فريدي معاش كانت اكيد رك سمعت بعث وغيرك بربي مش تابقا وغير منه قلنا اسم البرنامج مش هاي ما فهم حتى مشكل قالوا بلال فريدي ما معات اسمه ما تروح المنصب في اللجنة تنفيذية في الكاف اسمه طارق المجريسي هو نجيب نجيب مجريسي في التسعة صحيح نجيب صحيح سمعت نجيب لديم بلتاجي وفهم عمسي رحماني سمعت كان عنا خلورة وفهم صحيح وحنا عنا العلاقات تاعنا في الكاف وعند كنت عضو لجنة المراقبين في الاتحاد الافريقي كورت القدم وعملت مراقب زادا وكوردينة جنيرال المنصق في الاتحاد الافريقي كورت القدم في الفترة نيابية متاعي في المكتب الجامعي وعندنا علاقات بصيف بابا كان زادا عضو في الاتحاد الفريقي اللي يرحم لنك فهم الناس ما زلت موجودة غادي وكل ما تقترحوا الفكرة عليها وعليش ما كذا وكذا ما تعرف لازم تسكي من الاتحاد تونسي بوصيلوه وقال له ما تسكي فهم الاسم هذا قال الاسم ما نعرفوش بالكل لانا ما عاجب لحقيقة لانه ومش ما عاجبتنيش في شخصي لاني مانيش معروف لكن شخونه قال دونسي ما أول مرة نسمح لحال شخوني قال سي قول اسم شخوني 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 قال أول مرة نسمح من من هذا كان لغضتني نجم يكون مسمعش بيا لكن إذا ما ما سمعش باسم في وضايلي ما عندهم يعمل في الكورة صحيح هو مؤكد قال موجود الفيديو ومعه ما يبعثوه إلينا قال أول مرة نسمع أول مرة نسمع بيه أول مرة نسمع أنتو محكيتو شوية في الموضوع مع المكتب الجامعي الحالي لا محكينيش محكينيش اختراحات وكل فصل تلو أنا قلت مرة والتسكية جي من المكتب الجامعي إذا كان المكتب الجامعي نجم نعاون ولا ننفع في الكورة التنسية ولا نحن عنا شوية علاقات وكذا ومن هنا فعنش نجم نعفو من جيت التسكية هذه معتها الاختراح الاختراح من عنا شوية علاقتنا في العبان لكن معنا الناس نافذة نوعا ما في الاتحاد الفريقي قا أني قلت لك خطر فما زد مرشح تزيري يمكن يترشح وليد سادي وفما هي بلاصة واحدة التي كان فيها السيد والجري من مصلح التونس وأنهم يتفقوا على أحد الذي ينجم يفوز بالمكان خاصة وأننا عنا عنا أكثر منهم المسندة متاع الاتحاد يمكن الليبي والمصري والمغربي أكثر لك المرشح التونسي يكون لديه أكثر حظوث في الكواليس إن شاء الله اللي بشي تكون عنده بعض الكواليس من سأل ما يجيش عد أنيليس رأيك موضوع ما كانش متروح فقط أحسبو مش بحضان بليل أحسبو بحضان نرجم يكون بليل في الفضائي يفيد لما عاد قدام التونسي أحسبو مش بحضان أول حاجة يقول مني ناكل العرايف يقول مجم يعني كان سيلمونسف الأسد ذاك ما يجيبش شاب الغول أخير عدني عاد يا ربي فضل سيلمونسف نجم نقول ولد الكاف ولد السيوتي ومعزة خاصة وعشرة كبيرة ستان قروم السيو وليقول ما يعرش لقب الفضائلي هذا الخير عدني في الكرة التونسية ولمسيرة هو سيونت الشتالي من الناس اللي خدموا مليح الكرة التونسية خصوصي الفريق القومي بتاع 78 لكن اللي نعرف هو أول حاجة هو موجود كالليستة كرئيس أو نايب رئيس أو حاجة نعرف الأخبار اللي عندي هو في لستة يمكن نكون فيها حتى شخصي أنا فهمتني أو لا سيئ بي هيا ذي سكوب ايكرا هيا جاوبنا سيبيل اللح خلي جاوبنا عطي يشترنا كونا انت خلي جاوبنا شنية الحكاية بي لحكاية طوى رحنا مجبوش نحكوها الليستة حتى تفضل نفتحه ببترشوحات نهارت اللي ينحلو ببترشوحات مانت سيالي الكابي هو بشيكون إذا كان يكون في ليستة راوسي أنا أتولي ليستة مش ستولي هو بي ما أعطينا انت ما حابش يعطينا فشياني الليستة نفسها اللي كانت بتعزياد والله لا نعرف نو قصلي أنا فاها ليستة ايه أنا فاها وما تعارش شكون فاها ليستة أناعرف الفضائل الفضائل كهو ما فاهماش ما فاهماش متنجمش تكون فهم الليستة التوافقية اللي حاجة متأكد مانا بلال من مرشحي الكبار للجامعة هذي نقوله لك ناجم نشوفوك رئيس بلال ها عليش لي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انا والله سي بلال جاوزنا الوقت بشرعة نتمنى نتمنى يكون في الجامعة نسير القدم ومش في الكاف لانا اليوم نحب الكفاءات ونحب الناس اللي تعرف كيفيش تعدي الرسالة متاعها مش كالناس اللي بدأوا يلوجوا وانا ما نكذبش عليك برشة بشو نكون نلهم في المرساد اللي انا نعرف شنو ما البرامج متاحهم اللي يعملوا مش في مصلحة الرياضة بلويتوف بمصلحاتهم هما الخاصة هذي ما تخدمش كورة القدم التونسية وانا جس في كونفانكو اللي سي بلال معناها بالليست اللي بشي عملها ونتمنى سينليست ام بوزي بشتاخذ الجامعة التونسية للكورة القدم خاطر ثم اشخاص اللي قاعدين يعملوا في الليستة في الاخر صارت حاجات اخرى وجبدوا رواحة من الليستة اخرى بشمشيوا اللي ما كانتش فريمان هذي خيانة نسميها ومش وقت وطورش نحكيو في الاشياء هذية الناس هذية اللي تحب تنظف انفسها بالرياضة بكورة القدم لا انا نتمنى سي بلال اللي يرحمه سي منصف نجيو لاشنس دلوران كنتر اوكسي مبلال عظيم تقعد مقابل ومتحكي حد شي لاننا تلما تيان انا انا ادميراتي انا البورة وصي تلما امبرتن هذي حاجة اللي نقول خوي بلال الكاف انساها پور الممو تنجي متحضر ونبو لفيدراصي تونيزيان دفوتبول الكاف ميش مستحق برش الناس الكاف تونس مستحقتك انت ومستحق الكلام محطك يكون في الكاف تونس مستحق الكلام سمعني لا 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 يا عيش خوي الكاف يبالي دو تونس تونس بركنتر اليوم الكرة التونسية مستحق الناس اللي تخدم 24 25 لمسلحة الرياضة ومبعض قدرة ربي الامور تمشي والناس اللي قاعدين تو نحب ونتمنى اللي اليوم الجامعة الرابطة الجامعة الموجودة اليوم تيتر البروزوار جسك 25 جنو هو مزادة كي امبوز ينليست بالكافاءات متاع الناس اللي بشيكونوا موجودين اللي أنا بشيخدمو مصالح الكورة خاطر كسا سوا خويب الال ولا سعلي ولا اوتر نعرف اللي بشيخطار يقول لك دي ما كتو فريقون شتو ديري يقول لك أنا توا سيطو سملم اللي بشيخدمو ريادة ولي فت اللي عمدك نيس كناسر وعندهم امشبريمس هذي كابشتغدم أسلاح لتونس ويقال ويقال بشيخدمو مرريته وانا نوع دي اللي قوى اللي قوى الاريو رحمة ميلا عمري نحب بشيخد كورسي نلپار بركان تر تونس موح فوق الجامعة ويقال من حيهلال بارتود دون توتلى تونيزي روض ظلم هذا مشباي لأن اليوم نوخد معاكم سيفرية وانا شرف لي بش نوخد معاكم هكب افك دي جان تبركال هن كولتور جنرال واخلاق ومحبين حب الناس ما تشريهش بالفلوس اليوم تونس تكون فوق الناس هذو ما اوبرتونيست اللي يعمل الله مبعد جيمون موادير بالناس هذو ما الي يعيشوا كان معا يقوم لول تونيرجعولوا سلمونجي موضوع مازال جاي انت خبت الجامعة ونحكو فيه باستفاض كلما بركة خطر سلمونجي وسعلي جبدوا جبدوا الوالد الله يرحموا وبركالله فيهم ويعطيهم الصحة انا حبيت جوست بش نكمل كلامهم بخطر كلامهم مش صحيح كلامهم غادي مصحيح حبيت نقول اللي هوم تاخذ حقك واختل البروفيدرال رئيس الجامعة متأكد انت وانك تاخذ حقك واختلي الحكم يغلط تعرف عن حسنية واختلي البروفيدرال ياخد تخرج مقتنعة بها واختلي تاخد عقوبة تخرج مقتنعة بها كما كان يحكي لك تاوز بلين ما كان زيدا وقت فاضل برشة ناس كل نعف والتأثيرات اللي كانوا على الحكام زيدا وبرشة حاجة كانت تصير وقت ما قيم من سام يونس كل تعرف زي في الثمانينات نحكي 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 لهم تاوز السبانينات في الثمانينات رو كانت كرة اللي الناس هذن النجمو نستفيدو منهم وين اسمعت برشة من عند الكبار وسمعت برشة من عندهم ونعرف كيف كانت وقتها وين الامن يمتاعي وقت اللي دخلت الكرة عندي مدة صغيرة 20 سنين من 2005 دخلت للرابط الوطنين محترفة ما نتذكر شروحي نهار ريت نهار اللي حكي علي سيبو بكر بن جراد ولا سي يونس شتال اللي رحمه اللي حكي علي الوالد اللي حكي علي سي معلول اللي رحمه اللي كيف ش كانوا يعملوا وفاللي بيروف يدروا كيف كان اللي حد اليوم مرينوش إن شاء الله نخلتوا بها العبدة ذوما بشعور يكون هاكل الكورة ونعاود ونحققوه بما أننا لرسيت لرسيت عندهم ما يعرفوه حتى الكناس حتى الكناس لأنا سمعني والله لو موضوع هتحضر قوس حتى الكناس حتى رحنا لنفو دي زافوكان تاعنا في تونس برك الله ومشاء الله الكناس الرجعة أكل فلوس أكل فلوس لتصرف فيها التاس هذيك اللي تنجم تبني بها عمارات وإما ديار للفقراء لأن اليوم رأي تونس مستحقة اليوم الكناس اللي حب يمشي للتاس ما عنده وين يمشي طنح نحلوس المجنوع عندك نحلو الموضوع في وقت لاحق نمشي وفاصل قصير موزيك وبعض نكمل لوقيت الموضوع في الحسن امتعنا اليوم